السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في قناة مستر بيرفيوم هل عطر عشق الشيوخ سيلفر من لطافة اللي هو نزل سنة 2022 بديل مميز لعطر باكورابان وان مليون لقي يعني الإجابة هو ما كانش بديل مميز ولكنه ممكن يكون في المستقبل بديل مميز يعني دي مش فزورة ليه هو ما كانش بديل مميز برغم من تشابه الرائحة بين الاثنين العطرين لأن سعر عشق الشيوخ غالي يعني نوعا ما انه هو كلون او عطر تقليد او يحاكي عطر تاني سعره غالي سعره 195 درهم اماراتي للمية ملي وسعر 1 مليون لقي 410 درهم اماراتي ده سعره في سفورة بدون خصم فللمية ملي برضه ففرق الجودة وفرق السعر يخليني اعتبر ان 1 مليون لقي طبعا افضل يعني دي وجهة نظري عطر عشق الشيوخ كويس لكن انا وجهة نظري لا الاريجنال في الحالة دي بالنسبة لي افضل يعني اشتري الاريجنال احسن طيب ليه ممكن يكون عطر عشق الشيوخ من لطافة بديل مميز ل 1 مليون لقي في المستقبل لان بقى قرابان احتمال كبير ما يصنعوش 1 مليون لقي تاني ويبقى discontinued يعني هو دلوقتي غير متوفر مثلا في المتاجر الكبيرة زي سفورة مثلا يعني ممكن تلاقيه في بعض المتاجر وفي متاجر تاني مش موجود فيها يعني فيعني لما عطر 1 مليون لقي يبقى discontinued في الحالة دي هيبقى عشق الشيوخ بديل مهم ليه في الماركت لان فيه ناس كتيرة بتحب 1 مليون لقي ناس كتيرة بتستخدمه طيب ايه الفرق بين العطرين في الرائحة يعني الفرق بين الاتنين عشق الشيوخ وعطر يعني مور فريش وفروتي يعني اللي عارفين اللي هو باكو رابان دايما فريش وسويتي ولقي هو كده برضو لكن عشق الشيوخ الفريشنس والفروتنس بتاعته في البداية بواضحة يعني فيه الباينابل والبرجاموت عاملين ميكس كويس مع السويتنس يعني القليل من اللي هو السويتنس جاية من الفانيليا في الدراي ده عطر باكو رابان وان ميليون لقي عطر رائع جدا ريتش مميز يعني تركبته كده غنية جميلة وافضل طبعا من وجهة نظري من عشق الشيوخ هو فيه هنا الفروتنس من البلام البرقوق وفيه فريشنس من الأوزونيك نوتس وفيه سويتنس من الهاني العسل ولكن المميز في عطر باكو رابان وان ميليون لقي هو وجود الهازل نوت والفلورال نوتس عاملين لمحة كراملية الفلورال نوتس في الجاسمن وفيه الأورنج بلوسون مع الهازل نوت عاملين لمحة كراملية كده نتي خفيفة اللامحة دية النتي دية مش موجودة في عشق الشيوخ وده الفرق الجوهري اللي مخلي عطر باكو رابان وان ميليون لقي أفضل من وجهة نظري بالنسبة للفواحان للعطرين متوسط السبات في وان ميليون لقي أفضل شوية من عطر عشق الشيوخ ولكن سبات العطرين جيد يعني أكتر من 6-7 ساعات يعني في وان ميليون لقي ممكن يوصل 8 ساعات مثلا زي ما قلنا يعني عطر عشق الشيوخ من لطافة ممكن يكون بديل جيد في الفترة الجاية لو أصبح ديس كونتينيود رسميا شكرا لحضراتكم وأتمنى لو فيه أي حد عنده تعليق أو فيه أي سؤال يريد تعرفوني في الكومنتات ناسعلم